الزمالك يواصل صحوته الأفريقية بفوز خارج الأرض على بوسليم الليبي ويضمن صدارة مجموعته في الكونفيدرالليبي الزمالك دخل النهاردة مباراة أبوسليم الليبي وهو ضامن السعود لربع نهاء الكونفيدرالية لكنه قدم أداء رائع جداً وقدر يخرج بالثلاث نقاط وضمان صدارة المجموعة هدفاء لناصر منسي أمنه الفوز وتقلق كبير لمعظم اللاعبين أبرزهم عمر جابر ومحمد أشرف روقة وعلشان الحلو ما بيكملش زيزو النهاردة خرج من المباراة مصاب بالتواقف الكاحل قبل أيام قليلة جداً من كمة نهائي الكأس أمام النادي الآن عموماً ألف مليون مبروك لنادي الزمالك وجماهيره والأكيد أن الفريق بقى على الطريق الصحيح موسيقى يهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة هبدأ بالزمالك وهتكلم على الزمالك وفوزه اليوم على بوسلين بس عايز أتكلم معاكم في حكاية كده بسرعة جداً 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 عجبتني أوش مباراة سبالتي الموديل الفني للمنتخب الإيطالي قال تصريحات للصحافة الإيطالية في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية هتقول لي من نحن بإيطاليا دلوقتي انت بدأ الحالة بإيطاليا وسبالتي من نحن هقولك الرابط فين هقولك الرابط فين وركز معايا أوش سبالتي بيسألوه بيقولوله المنتخب الإيطالي وطموحات المنتخب الإيطالي وعايزين منتخب الإيطالي يرجع للواجهة مرة أخرى فبدأ سبالتي ينتقد لعبي المنتخب الإيطالي ينتقد لعبي المنتخب الإيطالي دي هل علشان مثلاً ما بقاش فين جنب في إيطاليا زي دي البييرو وتوتي وباتجيو وكريستان فييري والأسماء العظيمة التاريخية دي لا هل مثلا اللعيبة بتيجي المنتخب مش مهتمين زي مهتمين بعنديتهم لا هل مثلا اللعيبة دي مش مؤهلة انها تلعب للمنتخب الإطالي فبيضطر ياخد اي لعيبة وخلاص لا قالك لعيبة المنتخب الإطالي بتيجي معسكرات المنتخب الإطالي عشان يلعبوا جيمز يلعبوا بلاي ستيشن ويلعبوا ألعاب أخرى يا جدا يقول لك ان اللعيبة اللي عندي في المنتخب الإطالي بيعودوا لحد الساعة 4 الفجر يلعبوا كله في دوتي كله في دوتي اه هيسمعها كده عشان يلعباش والله طبعا لعبة مشهورة جدا يعني لعبة حروب وحاجات كده قالك انا ماينفعش لعبة المنتخب الإطالي تبقى لعبة جيمز هم شاطرين في الجيمز بس مش شاطرين في الملعب قال انه هو متفهم جدا فكرة التطور في الحياة وا 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 بس عايز يرجع بالماضي الإطالي لما كانت اللعيبة بتبقى مركزها في المعسكرات اه ما قدرش يسحم منهم الموبايلات بس قدر اقولهم انك على الأقل على الأقل وانت بتعمل تدليق وانت بتعمل تأهيل وانت بتعمل تجهيز للمباريات بتبقى شمسك الموبايل عمال تلعب جيمز شافهم سبريتي بيعدي عليهم كده مسكين وبلعبوا بابجي بقى وكلف دوتي وفيفا وألعاب طيب مدرب المنتخب الإطالي واحد من أهم المنتخبات عبر التاريخ لما يطلع بتصريحات يتكلم عن حاجات كد يتصورها البعض تفهى وفي حقيقة الأمر ان احنا كتير قوي على مستوى الأندية والمنتخبات المصرية ما منعرفش هو اللعيبة اللي النهاردة مش ملكزة في الملعب هي اللعيبة ليه تعبانة في الملعب أنا فيها كل لعيب ما يعني اسم كبير اسم مشهور يعني مش لازم كبير كان بيلعب في النادي الأهلي مؤخرا يعني ومشي كان بيلعب بابجي قبل المباراة مهمة للنادي الأهلي لحد الساعة أربعة الفجر لعبة برضو مشهورة يعني الناس اللي ما تعقفش للعب يعني اسمها بابجي وطلع باسمه وعمال يلعب لحد الساعة أربعة الفجر قد يبدو ان الموضوع عادي بس هو مش عادي خالص بياخد من تركيز اللاعبين بياخد من صحة اللاعبين من اللياقة البدنية لللاعبين فبينزلوا المباريات المدربين نفسهم مش فاهمين ده أنا عامل كل التأهيل البدني والزهني وكل شيء هي اللعيبة عاملة كده ليه في الملعب في واحدة من المباريات وهقول لك معلومة يعني هقولها لك وخلاص وعمري لله مباراة الأهلي وصان داونز اللي كانت في جنوب أفريقيا اللي اخسرها الأهلي خمسة مش المباراة الأخيرة دي اللي قبلها كانت وقت اللي صارتي بحسب معلوماتي يعني انه كان فيه لعيبة صهران لحد الساعة أربعة وخمسة الصبح بتبقى بلاي ستيشن الحاجة دي ما تزعيتش وما تقلتش وما سارخة تعمل لعيبة من لعيبة في النادي الأهلي فالموضوع كارسي وشوف انا بقول لك ايه لعيبة النادي الأهلي أكبر نادي في مصر وفي أفريقيا منتخم مصر نفس القصة كل الأندية على فكرة وصلنا لحد فين؟ لحد إيطاليا بس اسبليتتي عشان فاهم تأثير ده وسلبيته الكبيرة طلع وقاله بس انت مش هتلاقي مدرب في مصر حتى لو أجنبي يطلع يتكلم على الجزئية دي ما حدش هتكلم في القصة دي ما حدش ياخد باله أصلا ما حدش هيركز انها مؤثرة جدا قد إيه خطر كبير جدا احنا متصور الموبايل بس ان احنا بنعمل على واتسابتشات وتليفونات وحاجات كده لا موضوع بتاع الجيمز ده خطير وانت بناسي حاجة مهمة جدا ان أعمار اللاعبين دول صغيرين احنا نحسهم دايما كبار قوي وعندهم خبرات واسنين ومش عارف ايه بس يبقى عنده عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين خمسة وعشرين سنة لسه شاب صغير فماسك الموبايل بيلعب بيه عادي جدا موضوع خطير جدا فتحوا سبالتي ممكن يكون عدى على معظم الناس التصريحات دي مرور الكرام بس ما حبيتش انها هتعدي مرور الكرام عشان دي جزئية مهمة جدا لابد ان الاندية تاخد بالها جدا من الجزئية دي المدربين ياخدوا بالهم الادارات في الاندية مديرين الكورة كلام ده مهم جدا اللاعيبة بتخش وضع في الفندق الفندق المعسكر قبل المباراة هات بليستيشن وتعالى يلا نقعد نلعب كلنا وكده كده حضراتكم عارفين الشباب يعني اللي في جنة واللي اصغر مننا طبعا انت لو قعدت على لعبة ما بتاخدش بالك ان انت قعدت فيها 4-5-6 ساعات ما بتاخدش بالك انك عندك شغل تاني يوم ما بتاخدش بالك انك عندك مباراة تاني يوم ما بتاخدش بالك وبيبقى ادمان فحبيت ابدأ بالجزئية دي عشان حستها انها ما ينفعش تعدي كده ايه بسهولة يعني ده فيما يخص تصريحات سبالتي المدير الفاني المنتخب الاطالي بالمناسبة سبالتي ده بالنسبة لي في رأيي يعني هو السبب في التحول العظيم في اداء ومشوار ومستقبل محمد صلاح لما كان بيدرابه في ايه اس روما وجل ده طور محمد صلاح تطور مذهل قبلها محمد صلاح كان جيد بس مع سبالتي محمد صلاح بقى واحد من احسن اللاعبين في العالم نرجع للزمالك زمالك النهاردة كسب ابو سليم في الجزائر اتنين واحد في الجولة الخامسة في دور المجموعات في الكونفيدرالية تقلق طبعا ناصر منسي وسجل الهدفين في الديئة سبعة والديئة تسعة واربعين وبعد كده ايهاب المقلس سجل هدف فريق ابو سليم الوحيد في الديئة خمسة وسبعين طيب ايه اللي انا هتلعت منه من المباراة النهاردة مباراة الزمالك ابو سليم اولا اولا حاجة ليه علاقة بالارقام الزمالك الان 13 نقطة في هذه المجموعة قبل جولة من نهاية دول المجموعات وتصدر مجموعته وضمن السعود متصدرا للمجموعة بغض النظر عن المباراة الاخيرة متصدر كمان مش السعود هو ضمن التصدر المجموعة طيب نقطة تانية رقمية الزمالك خد لحال الوقت 13 نقطة باربع انتصارات وتعادل وحيد اكتر فريق في دور المجموعات حتى الجولة الخمسة جمع نقاط بين كل المجموعات الاربع الزمالك الذي كان يعاني في اغلب الاوقات في دور المجموعات في مطرات افراك طيب جوزيجو ميز انا حب اقول الرأي موزون يعني ايه مبشر مش هقولك رائع وعظيمة كل شيء مبشر طيب جبت برضو كلمة مبشر دي منين شيكيسي بنهارده بسليم يعني برضو فيه فرق جميل بين الزمالك وبسليم الليبي حتى على مستوى التاريخ والحاضر كمان لا فرقة منظمة الزمالك النهارده منظم فيه نمط فيه نمط دفاعي فيه نمط في الكرات العرضية فيه نمط في التحركات فيه نمط في الشغل الهجومي فيه نمط في الشغل الدفاعي والنمط ده يعني ايه يعني مدرب بيحفظ اللاعبين اشياء بتتكرر في المباراة تتكرر كذا مرة ما بتجيش بالسطف وده كان خلافي دايما مع أسوريو لو تفتكروا انه انا عايز افهم حاجة وانا بفرج على المباراة فهمني حق انا المشاهد انا عايز افهم اذا كان اللاعبة واضح انها مش فهم انت بتقولهم ايه انا بقى كمشاهد كمان مش شايف ايه نمط فانت مدرب كبير وروع وجميل وكل حاجة بس انت مش محفظ اللاعبها حاجة انت بتقولهم بس من واضح انه مش حافظين الحاجات ما بتتكررش ده في الممبراطين تحس لأ الزمالك بقى عنده نمط عنده اسلوب هتقول لي ده معناه انه هينجح اقول لك الله اعلم لسه بدري عالكلام ده هل هو مدرب جاي الله اعلم لسه بدري عالكلام ده بس دايما نقول ايه المؤشرات تبين لانطباع الاول يبين ان المدرب ده هيشتغل كويس مع الزمالك بس بشرط وهبقى واقعي معك جدا انا بكلم لقاة جمهور نادي الزمالك وادارة نادي الزمالك والاهم كمان بالنسبة لقاة ادارة نادي الزمالك شانية صحبة القرار الراجل ده مش المفروض ترفعه معاك المسم ده بس حجم التوقعات يعني يعني انت عندك نهائي كاس مصر المباراة اللي جاية بيلعب قدام النادي الاهلي اكثر استقرارا اكثر تنظيما مدرب بقاله فترة مرتاح وبياخد بطولات فما عندوش ضغوطات كبيرة فوارد انه على الورق ولما بقول على الورق عشان دايما الجملة الشهيرة مباريات الاهلي والزمالك ما ينفعش فيها توقعات وده حقيقي ومية في المية صح بس على الورق على حسب الكلام اللي انا قلتو ده واتفة طبيعية الافضلات كل الاهلي تمام انا بس اطلب من ادارة الزمالك واطلب من جمهور النادي الزمالك كسبت خسرت قدام النادي الاهلي ده مش حكمة على المدرب لو كسبت فهو مش حكم انه خلاص المدرب ده عظيم واحسن حاجة حصلت في الحياة لو خسرت ده المدرب ده هيودينا في دهية ومش هنكسم معه وهيودينا في حاجات صعبة لا ده واحد اتنين انا لو من ادارة نادي الزمالك اطلع مع الجهاز الفني واقول له كده اطلع اقول اجماعة احنا موقفنا مش افضل شيء في الدوري احنا اخسرنا عدد نقاط كبير في المباريات الاولى صحيح الدوري لسه بدري بس امورنا صعبة فلازم تقول انه الدوري السناني دي ممكن يبقى بعيد عن نادي الزمالك واحنا ننافس على الكنفدرالية ننافس على بطلطي الكاس ده هيفيدك في ايه اولا مش هيدغط المدارب يخليه اشتغل وبمرتاح مش هيدغط اللاعبين ممكن في الاخر مع انك تقلل الدغوطات دي انك توصل بنتيجة غير متوقعة انو الزمالك يكسب ده هتقول ليه هو الزمالك لما يكسب الدورة كريم بقت نتيجة غير متوقعة لا طبعا لا طبعا الدوري اهلي او زمالك زمالك او اهلي بس طبقا للظروف اللي بدأ بيها الزمالك الدوري السنادي وخسارة عدد كبير من النقاط فاصبحت فرصه مش احسن شيء مش هقول انها معدومة او حتى قليلة لسه بدري وبرده لسه بدري بس ارفع عن نفسك الدغوطات الزمالك تعرض لكثير من الدغوطات طوال الشهور الماضية فرصة دلوقتي يعيد البناء وعشان تعيد البناء لابد من هدوء مش ضغوط بالمناسبة بالمناسبة تعالى اقول لك شوية ارقام تعرف بيها ازاي جوزي جوميز حط بصمته في اول مباراتين رسميتين مع نادي الزمالك تعالى بص الارقام يلا بينا شباب اولا ازاي جوزي جوميز سدت خمسة وعشرين كورة منهم تزداد على المرمى خمس كورات وصنع خمس فرص محققة نسبة التمريرات الصحيحة تسعين في المية وده رقم كبير جدا رقميات حداشر عرضيات سبعة تدخلات نجحة مية وتماتداشر خد بالك انه عفوا خد بالك انه الارقام دي مش كل شيء هي بس بتدي مؤشرات يعني طيب جوزي جوميز بعد المباراة النهاردة بعد مباراة الزمالك وابو سليم كان لها تصريحات مهمة جدا قالك ايه قالك احنا تحكمنا في المباراة ومبسوط جدا من طريقة لعب الفريق في الشوت الاول ونجحنا في خلق العديد من الفرص وقال جملة مهمة جدا جملة مهمة جدا باكس فيها بقى قالك عندما تأتي لنا الفرص للتسجيل لابد من استغلالها لقتل المباراة هيعيش هيعيش المشكلة دي كتير مش دي مشكلة كرة مصرية بشكل عام مشكلة زمالك واهلي ومنتخبات وكل الفرق إضاعة الفرص السهلة مشكلة كبيرة ولو اشتغل عليها كويس هتبقى حاجة عظيمة جدا فؤال كنا عارفين ان فريق ابو سليم الليبي مميز جدا فيه الكرات السابتة ورميات التماسل الطويلة وحذرت اللاعبين من ده والمباراة لأسلمنا في هذه المباراة وقال سعيد جدا بقدرتنا على خلق فرص تهديفية كثيرة خاصة في الشوت الأول وأهضرنا الكثير من الفرص وده حصل قدام لإسماعيلي أيضا في الدوري ولازم نتضارك هذا الأمر سريعا وقال حذرت اللاعبين بالفعل من الكرات السابتة لفريق ابو سليم وكان لازم ياخدوا حذرهم جدا في هذا الأمر طيب دي جزء من تصريحات جوزي جميز ما بعد هذه المباراة وزي ما قلت لكم الراجل مبشر جدا يعني بس زي ما قلت لكم الحلوة ما اكملش النهاردة الحلوة ما بيكملش بصابة زيزو وخروجه من المباراة وبحسب طبيب الفريق دكتور محمد أسامة قال إنه اللاعب مصاب بالتواء في الكاحل دكتور محمد أسامة طمأنا جماهير نادي الزمالك وقال إنه غالبا زيزو سيلحق بمباراة الأهلي في نهاي كأس مصر زيزو من زمان من ساعتين ربنا يا رب يحميه ويشفيه ويعفيه ربنا يا رب يحميه اللي هقوله دوت عشان بس بتقولش الالحك كريم بيحسده بقاله أعتقد حوالي ثلاث سنين ما غابش عن الزمالك بسبب إصابة فإنه يصاب قبل مباراة مهمة زي مباراة الأهلي كيتحاجة صندمة جدا لجميع النادي الزمالك ولكن دكتور محمد أسامة طمأن تاني جميع النادي الزمالك إنه غالباً زيزو هيلحق به المباراة ما بحستش إن شاء الله رب يحميه على طول زيزو من أهم اللعيبة اللي جات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة أحمي العيبة الممازجة جدا ربنا دايماً يحميه يا رب يعني نهاردة كمان فيه الكنفيدرالية الأفريقية فيوتشر مودن فيوتشر تعادل إجابياً مع سوبر سبورت واحد واحد علي زعزة تقدم أولف الديئة واحد وتلاتين وبعد كده تعادل ما توزي فيه الديئة تسعة وستين مودن فيوتشر ضمن كمان السعود للدور القادم أصبح فيوتشر موجود مكمل معنا ممثلاً لمصر فيه الكنفيدرالية بجوار الزمالك والأهل وحيداً في دور الأبطال بعد خروج برامدز من دور المجموعة الثلاث فرق مصرية فيه دور ربع النهائي من بوتولتية أفريقية حاجة كويسة حاجة كويسة كان في سنة أربعة بس ثلاثة مش وحش طيب ده فيما يخص الكنفيدرالية فيما يخص الدوري الممتاز النهاردة فاركو تعادل إجابياً مع طلقة الجيش واحد واحد وفاركو ما زال يعاني فيه زي الجدول الترتيب عبد الرحمن شيكا تقدم أولاً لطلاع الجيش فيه ديئة أربعة وعشرين بالهدف اللي كان أمام حضراتكم حالاً دلوقتي ده عادة إيه وبعد كده عمر جمال تعادل ليه فاركو في ديئة تلاتة واربعين فاركو يعاني جداً يعاني كان بيعاني الموسم اللي فات برضو نقطة لكل فريق وطلاع الجيش بصراحة في المركز السادس دلوقتي في جدول ترتيب الدوري الممتاز ما عندوش أعظم اللعيبة اللي في الدوري ما عندوش أحسن إمكانيات وكل شيء ورغم كده كابتل عبد الحامل باسوني عامل شغل عظيم معهم جداً جداً حكاية مش حكاية إمكانيات بس حكاية مدرب ومواهف في الملعب مش لازم يبقى أسماء بس لعيبة كويسة لعيبة طلاع الجيش مش لازم يبقى أسماء تاريخية وخبراته الكلام ده كله لعيبة كويسة ومدرب كف يقدر يدير هذه المنظومة طيب مباراة أخرى تعادل فيها الاتحاد السكندري والبنك الأهلي سلبياً دون إعداف تصورت إن المباراة دي تكون أفضل من كده بكتير ولكن ما كانتش مباراة ممتعة إلى حد ما يعني حاول الفريقين منهم يوصلوا للشباك ولكن فرص ضئيلة جداً سواء من الاتحاد أو البنك الأهلي البنك الأهلي مع كابتن طارق مصطفى ما زال يبحث عن الابتعاد أكثر أكثر عن مناطق الخطورة كابتن طارق مصطفى ماشي بشكل أعتقد معقول مع نادي البنك الأهلي طيب لجاء دي حكاية مهمة تخص كهربا قرفت حضراتكم جميعاً إنه كهربا ما سافرش المباراة الماضية لنادي الأهلي أمام مديامة بسبب فرح شققته وبدأ يطلع كلام اليومين اللي في الآخر ديقول إنه لأ ده كان كهربا مستبعد فنياً فعشان كده ما رحش مع مديامة مش كصة فرح شققته ولا حاجة آه وكان فيه فرح طبعاً بس هو أصلاً كان مستبعد مبدئياً كده نمشيها واحدة واحدة كهربا ما كانتش مستبعد من قائمة مباراة مديامة حوتي دي على جنب خالص وأي كلام هيطلع من نوعي دي كلام مش مظبوط مية في المية دي على جنب التانية هل كهربا عنده أزمة مع مارس الكولر قبل طلبه إنه يبقى في الفرح بتاع شققته ما كانش عنده أزمة مع مارس الكولر ما فيش أي أزمة من أي نوع خالص طيب إيه الحكاية إيه الحكاية إيه الكوليس بقى بالزبط أحكي لك كهربا قبل السفر ليه غانا لمباراة مديامة راح قعد مع الكابتن خالب بيبو مدير الكرة في فريق النادي الأهلي وقال له معلش أنا لازم أبقى موجود في فرح شققته طبعا الكابتن خالب بيبو قال له لا معلش يا كهربا أكيد مش هينفى دي مباراة مهمة ولازم هتسافر معنا قال له لا أما مستحيل ولازم أبقى موجود في فرح شققته قال له طب بص تعالوا نروح لمارس الكولر وبحسب قراره هنشوف الوضع يبقى عامل إزاي فكهربا راح قعد مع مارس الكولر وبدأ يقول لمارس الكولر أنا محتاج ما سافرش مع الفريق لغانا عشان فرح شققته وهنا كان رد فعل مارس الكولر استغرب شديد جدا الراجل استغرب جدا ورغم كده قال له بص الأمور الإنسانية دي ما بقدرش أرفض فيها اللي بيطلب حاجة معينة يعني هتجي تطلب مني هوافق وأنا موافق بس بس ودي نقطة مهمة بقى بس ده هيقبله ربما ربما افتقادك للمكان الأساسي في هجوم النادي الأهلي الفترة اللي جاي انت وشطرتك يعني اللي بيطلبش تسافر معايا وأنا ما عنديش مشكلة وهوافق بس ده ممكن يخصلك بمكانة أساسية في هجوم النادي الأهلي واتفقوا على كده يعني كهرباء ما سافرش لغانا بموافقة من مارس الكولر ولكنها موافقة مشروطة أو تحذيرية حلو حلو كهرباء لما الفرقة رجعت وبيتدربوا النهاردة مارس الكولر ما تكلمش معاه ما تعاملش معاه أحسن حاجة يعني بينك وصين كده تجاهلوا شوي آه بيشتغل في المتابلين وكل شي بس يعني ايه مش مش مبسوط مش مبسوط منه شوف انا انا بحاول اقولك صغة الكلام بالزبط يعني مش غاضب منه أو استبعده من حساباته أو طلب رحيله أو أي شيء لا بس يعني ايه مستغربوا شويتين كلها مستغرب كهربة شويتين طيب ويتقلوا النهاردة الكلام ده من الجهاز الفني أنه انت هيبقى عندك يعني هتتعطل شوية أنك تخش في تشكيلة الأهل للأسال فترة اللي جاية وهتبقى خيار أخير في هجوم النادي الأهلي إلى أن تقدم مستوى رائع جدا أو يغيب اللي اتنين مهاجمين اللي موجودين اللي وقت مودست أو وسبب علي لأي أسباب فأنت مش موجود كمهاجم أساسي دلوقتي للنادي الأهلي طيب دي حكاية حكاية مرتبطة بيها يعني في كلام كتير النهاردة في الإعلام عن مواقعه بتاعه وكهربا عنده عرض في السعودية في الدوري السعودي كلام ده مش مظبوط خالص الأهلي لم يصلوا عرض من أحد الأندية السعودية لضم كهربا في نهاية الموسم ولا كهربا أصلا جالوا دلوقتي عرض أنه هو ينضم الأي نادي في الدوري السعودي وأنه كلام بحسب مصادرنا طلع من كهربا نفسه أنه لو الأهلي خلاص مش هيحتاجني أو مش هيتمن على أساسي أنا ممكن أروح لعرض في الدوري السعودي ولكن عشانا بقى أمين يعني كهربا فعلا وصلوا عرض في يناير اللي فات أنه يروح نادي الحزم السعودي والأهلي رفض الموضوع من بابه يعني كان قال كهربا مكمل مع الفريق لكن دلوقتي في اللحظة اللي بكلمات فيها دي كهربا ليس لديه أي عرض من أحد الأندية السعودية دي حكاية وعلى فكر بالمناسبة قبل ما أقفلها ما فيش أي مبرر في العالم لأي لاعب في العالم أنه يتخلف عن فريقه في مباراة مهمة لأي ظرف إنساني مفرح جيد لو ظرف إنساني طار اللي قدر الله حالية وفاء أو مرض أو مفهومة لكن ما فيش لاعب في العالم إلا لنمار بس النيمار ده بيسعب بيروح عملها ده أخته يسيب الفرق عشان يعملها ده أخته وماش عارف فيه فرح ده نمار ده حالة استثنائية بس فيش لاعب في العالم بيعمل كده فالخطأ من كهربا مش عارف ألوم كولر ولا لأ إنه هو وافق بس كلها مشيها بشكل إنساني بتحفظ يعني بس يعني في كل الأحوال كهربا كان شهينفع أتخلف عن مباراة مديام هتقول لي يا كريم ما الدنيا مشت والدنيا كويسة يعني أنتم مسكين في كهربا ليه أنا مش مسك في كهربا ولا غير كهربا أنا عايزك تتخيل معايا لو لقدر الله كان الأهلي خصاً مباراة الأهلي ومديام تخيل معايا دي اللي أنا بكلم بيها مين بكلم بيها كهربا كان كهربا شالي الحكاية الوحدة طول العمر مش كان الموقف الأهلي ممكن يتأذن في البطولة كان كهربا شالها الوحدة لا لعيب بقى في الملعب ما قداش كويس ولا مدرب حط خطة حلوة ولا وحشة ولا أي حاجة كهربا هو سبب إن الأهلي خسر بس من رأفة ربنا عليه إنه الأهلي عدى وعدى بانتصار وفوز وسلاسة نقط مش كل مرة تسلم الجرة بعدين معلش يعني طب كهربا النهاردة توافق له إنه هو يروح فرحش هو يكتو ميروحش مباراة مهمة وفيه كذا لاعب هيبقى عنده مناسبة بعد كده ومناسبات ومنحقه هو كمان يطلب يعني أعتقد مش عارف بس الموضوع كله على بعضه من الصح دي حكاية ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عنده مزق في الخلفية مزق مش كبير في الخلفية هيعمل أشياء بكرة عشان يتأكدوا من حجم التطورات اللي جالنا من الأهلي إنه بنسبة كبيرة مش هيلحق مباراة نهائي الكأس أمام الزمالك يوم تمانية مارس اللي جاي في رأيي أنا بقى أنا أقول تلك المعلومة إنه غالبا مش هيلحق رأيي أنا مش هيلحق مش غالبا مزق يبقى مش هيلحق مباراة كمان عشر تيام مزق دي علىقل هيخد له مثلا ثلاثة أسابيع شهر تصور يعني بحسب اللي إحنا عارفينه أنا مش دكتور بس بنسبة على الأقبال لما لقى بيجي له مزق من الدرجة الأولى ولا الدرجة التانية مش عارف بيه علىقل ثلاثة أسابيع شهر فهيبقى موقفه صعب جدا إنه يلحق بيه المباراة علشان كده كابتن سامي أمسان راح ليه مارس الكولر وقال له بنرجع بقى محمود متولي التدريبات مارس الكولر كان كده كده مطلع محمود متولي تماما تماما من حساباته لدرجة إنه اللاعب كان بيكتفي ببعض التقائلات وبعض التدريبات المنفردة وكان بيتأهم من إصابات مختلفة فكان بقى كان بقى الحسابات خالص فالكابتن سامي أمسان قال له مارس الكولر وقته بقى لازم يخش معنا التدريبات الجامعية عشان دلوقتي ما بقاش فيه غير رامي ربيعة ومحمد عبد المنام وبالتالي لازم محمود متولي يبقى موجود وافق على ده مارس الكولر ووافق إنه محمود متولي يبدأ ينزل التدريبات الجامعية مع الفريق دي حكاية حكاية تابعة أليو ديانج عنده مشكلة في الرجبة فيه إصابة ما في الرجبة والنادي الأهلي قال إنه محتاج فيها تأهيل يعني مش عملية جراحية بيعملوا إشعاعات كتيرة وحاجات كتيرة بس الرؤية بالنسبة للإصابة مش واضحة الأهلي قرر إنه يطلع تأشيرة سفر لأليو ديانج إلى النمسا عشان اللاعب يسافر للنمسا ويبدأ يتعمل عليه فحصات جديدة هل هو فعلا محتاج بعض الإجراءات الطبية فقط ولا محتاج عملية جراحية ده اللي هيعرفوه لما قاله ديانج يسافر إلى النمسا إن شاء الله خلال أيام جا حكاية لسه مع النادي الأهلي والنادي الأهلي خلاص حصل على توقيع السنائي محمد هاني وأكرم توفيق بشكل رسمي لتجديد عقد كل منهما خصوصا وإن العقد بتاع محمد هاني وأكرم توفيق ينتهي بنهاية الموسم الجاري الأهلي اتفق مع محمد هاني إن التجديد هيكون لمدة ثلاثة مواسم مقبلة حتى 2027 وأكرم توفيق هيجدد له أربع سنوات حتى 2028 والتنين لعيبة مهمين جدا للنادي الأهلي عموما هلستر كاملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا جاهلا بحضراتكم مرة أخرى كامل مع حضراتكم أخبارنا النهاردة والخبر اللي جاي يخص تحاد الكرة المصري تحاد الكرة المصري بيفكر إنه يشكل منتخب للمحليين عايز يشكل منتخب ليه المحليين وكان فيه يعني الفترة اللي فاتت كان كل شوية نعمل منتخب المحليين لا مش نعمل هيعمل إيه أصلا إحنا عندنا رتبطات كثيرة أصلا لعيبة مش عارف مش جايزة ودائما كنا بنقول المتخب المحليين ده بيفرق جدا نشوفتو الجزائر المتخب المحليين كان فرق معهم إزاي المغرب فرق معهم منتخب المحليين وطلعوا للمنتخب الأول لعيبة كويسة منتخب المحليين ده حاجة مهمة جداً جداً وبيدي الفرصة لمجموعة أخرى غير اللاعبين اللي بيضمنوا إنهم موجودين في المنتخبات أو المنتخب الأول إنهم بيعندهم فرصة يلعبوا المنتخب مصر بس بالمناسبة يعني وإحنا منتخبنا الأول منتخب محليين أصلاً فيه كم واحد محترف بس منتخب محليين يعني يعني ماشي يا هوا بتدي فرصة بس مش لقيلها يعني مش لقيلها سبب قوي إن إحنا يبقى عندنا منتخب محليين وإن كنت أفرح إنه لعيبة أخرى تاخد فرصة غير اللاعبة اللي بنبقى عارفين دايماً اللي عارفين دايماً هي موجودة في المنتخب الأول عموماً هالكورة بيفكر إنه يشكل منتخب المحليين وبيفكر إنه يقوده فنياً الكابتن محمد يوسف اللي كانت تكلف بمنصب مساعد الموديل الفني للتحاد مؤخراً هيتم تشكيل المنتخب ده من لعبي منتخب مصر موديد 2003 بجانب اللاعبين المميزين في بطولة كأس الرابطة ودوري المحترفين دوري المحترفين هو دوري الدرجة التانية عشان يكون منتخب يطلع لعبين إن شاء الله في المستقبل للمنتخب الأول ماشي دي حكاية حكاية تانية جابت الحسام حسن الموديل الفني لمنتخب مصر تواصل مع بعض اللاعبين وقال لهم أنا عيني عليكم وممكن تبقوا موجودين في المؤسكر الجاي المنتخب مصر لقابة عندها خبرات يعني مين اللي تواصل معهم الكابتن حسام حسن؟ ما قال لهمش إن هم موجودين بس قال لهم إنه بيفكر إنه هو يضمهم طبعاً مع الوقت مع الأيام اللي جاية وأداءهم في المباريات اللي جاية حسن الشحات عمر السلية طارق حامد تواصل معهم الكابتن حسام وقال لهم إنه هو ممكن يبقى فيه إمكانية لعودتهم لقائمة منتخب مصر خلال المرحلة اللي جاية تعرفين منتخب مصر عن دورة ودية دولية بالإمارات في مارس اللي جاي يبقى فيها تونس ونيوزيلاندا والمنتخب الكرواتي ففكرة الأسماء دي ترجع تاني لمنتخب مصر حاجة أكيد تضيف لمنتخب مصر التلاتة لعبين مهمين جداً إحنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هيشرفني وينورني الكابتن الكبير كابتن عسام مرعي نجمينادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق خليكم معنا أول ما بنزل التنوية عن ضفنا اللي معايا دلوقت ده تلاقي الكومنتز كلها دراج المحترم دراج الجميل دراج المشعر يعني كل الكلام من النواية بتاعت محترم دي ودايماً سرته طيبة عند كل الناس ودايماً رأيه دايماً محترم جداً كابتننا كبير كابتن عسام مرعي نجمينادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق يا كابتن عسام دايماً تشرف ودايماً تنور في رقم عشر أنا أخليك يا كريم وشكراً على المؤدمة الجميلة دي ودايماً حتى أنت أو أنت بتقول لما بتيجي سيرتي أو كده ده شهادة كبيرة طبعاً بشكرك عليها وبشكر كل جمهور طبعاً وكل المشاهدين لكن في نفس الوقت أنت كمان أول ما بتيجي الدعوة بالنسبة لأن أنا أكون موجود معك ضيف ده فوق الرأس أنا بسعد جداً وما بفكرش على طول لأن أكون موجود معك لأن أنا بحبك جداً وأنا من متابعينك قوي يا ربي خليم وأنت من الناس اللي في صفوفه الأولى ومتقلق دايماً يا حبيب ناو ناس اللي ما نتعرفش إن إحنا البدايات بدايات فيه بدايات طبعاً تاريخ أنا أبداً بداية تشتغل أعلام فكان إيد في إيد معك طبعاً طبعاً مرأي وضع شراف كبير لاي أنا يخليك كريم عايز أبدأ معاك بحالة الهدوء قبل ما أتكلم أمور فنية حالة الهدوء الحلوة في نادي الزمالك تنظيم شغل الإداري الملموس النجاحات السريعة جداً أو بينكم سين الإنجازات السريعة جداً في نادي الزمالك حالة مختلفة خلال السنوات الأخيرة ولكن على مدار التاريخ هو ده المفروض الزمالك الطبيعي آه يعني هو كل موضوع الترتيب البيت والموضوع الاستقرار الإداري والاستقرار النفسي وحالة الاستقرار اللي بتبقى موجودة في النادي دي بتيجي من خلال مجلس الإدارة طبعاً والمجلس الإدارة الاستقرار ده ده بيعني عكس على الفريل أو اللعيبة أو الجهاز الفني أو القص دي حاجات بتبقى مهمة جداً على فكرة والحاجة الجميلة كمان في مجلس الإدارة إن في توزيع اختصاصات بالنسبة لمجلس الإدارة كله كل واحد فيهم واخد ملف صح كلهم قيمة وقامات كبيرة جداً منتظرين منهم عشان ما نقولش أن هما أنا بنتكلم عن هما ناس كلهم ما شاء الله كلهم ناس محترمة جداً منتظرين منهم حاجات كتيرة حلوة بس لازم نديهم مساحة الوقت مساحة الوقت عشان نقدر نعمل تقييم لهم لكن في نفس الوقت في الفترة الأسارة اللي أنت ذكرت فيها دي يا كريم لا حصل إنجاز على أرض الواقع يعني ما كان فيه في الفترة من شهر عشر من بعد الانتخابات لحد ما وصلنا اليناير وده كان الشهر الخطر جداً جداً لأنه هو موضوع القيد وموضوع الانتدابات أو الصفقات مدرب والمدرب كان فيه انتقادات حتبقى لازعة جداً لمجلس الإدارة لو عد يناير دوت وما حصلش اللي حصل ده صح آه على فكرة لكن أعتقد أنهما بيتابعوا السياسة سياسة الهدوء دي والسرية التامة ولكن تعلم أن أنت لما بتيجي في الانتقالات الشتوية ما بتجيبش فرز أول حلوة النقطة دي بقى أولاً كابتاناً عشان لازم الجمهورك بنيعرف ولا كلمة ما بتقدرش أنه أنت لما بتيجي في بداية الموسم يا كريم مساحة الاختيار وسعى قوي أنه أنت بيجيب لعيب بيع وشيرة بيجيب لعيب في أعراض تعمل لأنت عايزه عندك مساحة من الوقت كبيرة جداً 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 أنه أنت تجيب أي لعيب أنت عايزه صح لكن لما بتيجي في الانتقالات الشتوية ما فيش نادي حيفرط في اللعيب كويس عنده في نص الموسم في نص الموسم ممكن في أخي الموسم أعوضه بلاعب تاني راح تبقى أدور مرافو عليك لكن أنت بيجيب لعيب ممكن تجيب لعيب إعارة ممكن تجيب لعيب مثلاً بره زي أحمد حمدي زي اللعيبة ديت بتجيبها لعيب في أندية أخرى بتبقى أنت بتابع معهم بشكل كويس زي اللعيبة اللي انضبط زي مثلاً أمبي وزي زياد وزي لعيب بتاع بطرنطا ده غير نقطة مهمة جداً كابتان عصام أنه أنت برضو ما بتشتغلش ببادجت كبير في يناير عشان أنت كمان كنت لسه رفع قافل قيد بفلوس كتير جداً فمش مطلع بطرنطا كبير لنك تشتري بيع العيب بالضبط حتى مش هتروح تشتري العيب بتلاتين أربعين مليون جنيه آه دي لسه عشان كده أنا بقولك أن هي مرحلة مرحلة وبداية مش وحشة كويسة أوي يعني بداية كويسة أنا كنت بشوف من وجه التنظري أنا كنت مرتاح أوي نفسياً لوجود معتمد جمال أنا بشوف مع معتمد لما ابتدى واستلم المهمة لازم أتديره حقه لما استلم المهمة الدنيا مشت معك كويسة أوي يا كريم على فكرة فيه نقطة مهمة جداً فنية فيه مدرب فنياً تشعر أنه هو مدرب كويس مش أقولك أنه هو السوبر لكن كويس لكن تلاقي معه الدنيا مشية آه فيه خد بالك من نقطة دي مهمة جداً آه يعني ممكن يبقى مدرب جامد أوي بس مع الظروف الصعبة اللي كان بيهوري فيها زب 3-4 عشر اللي فاتت دولة ما يقديش ما يقديش ما يقديشش الدنيا آه لكن مشيت مشيت مع أولاً المباريات إلى حد ما في المتناول في تصنيف تاني أو تالت حتى في المجموعة نفسها وكمان معلوش ضغوطة كابتان عصام ما كانش فيه ضغوط كمان آه اللي هو أنت كده كده أصلاً جايب في ظروف صعبة فمحدش بيقولك والله يا حد لنا بقى كل البطولات وكل الإنجازات والمباريات بالضبط فبشتغل براحتي بيشتغل براحتي وكان فيه لا وكمان المجلس أنا أنا اللي جايب المدرب بيتبقى فيه نقطة أموة أن أنا بدعمك وبسندك بشكل قوي جداً مش وراح وسافر وسافر وخد بطولة ورجع وكل كل كلام ده لكن في نفس الوقت أنت حيبقى فيه فيه ضغوط كبيرة جداً من نادي كبير وكيان كبير زيالنزمان جمهورنا الزمالك هتضغط على المجلس الإدارة بالنسبة لابد أن يكون فيه وده أي وقعة بالنسبة المعتمد جمال الناس مش هتسكت على المجلس أيوة ده الأهل والزمالك صح فلابد من مدرب كبير بيشيل الضغوط من عن مجلس الإدارة عن مجلس الإدارة برغم بالتفاوت الكبير أو في العملة الصعبة أو في طبعا الجهاز صف كامل جداً بالنسبة لجميز أنه يبقى موجود بالرغم من أننا لما جاي لي معلومات عن السيفي إليئت شوية إليئت عن السيفي والمدة اللي بيقعد فيها في كل نادي وأنه هو القصة دي ما فيش بطولة يعني حاجات زي كده آه فاهم بس هو راجل مبشر في طريقة لعبه برابع ليه يعني كل أماكن رحة الناس كانت قابلاه قابلاه ما عادش فاطرة طويلة بس كانوا مقبول يعني يعني هو عنده بصمة عنده بصمة من المرش الإسماعيلي اللي خده في الدول ولسه في البدايات والمرش بتاع النهاردة ابو سليم بشوف أنه حتى كمان أنا بقعد أبص الأول لتوظيفه للعيبة والتشكيل للعيبة بالنسبة كبيرة لأ شايف الأمور ماشية في نصابها بشكل كواس قوي شايف الزمالك النهاردة بيلعب إلى حد ما كان فيه كان فيه أيام أسوريو وكان فيه تحضير بطيء جدا 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 وخروج الكرة كان بيخرج بالصعوبة والفرص قليلة جدا وكان برغم أنه كان بيلعب بنزع هجومية وبكسافة عددية وبزيادة كبيرة جدا لكن كنت بتستقبل على طول صح لكن مع المدرب لا فيه توازن حاصل فيه سيطرة كانت كبيرة جدا نهاردة الناس الزمالك على فكرة برغم أن أبو سليم بيديك يمكن تلتين الملعب صح أن أنت تستحوز لكن برضو أنت مع التكاتر الدفاع والزون اللي معمول ده بتبقى فيه صعوبة لأنهم بيلعب طراقتك من ناحية اليمين والشمال ومن العمق بشكل ميل جدا وسرحت لك أكتر من فرصة يعني بنتكلم بنتكلم في زيزو وقرط العرضة بنتكلم كمان في مصطفى شالبي بنتكلم كمان في الهدف اللي أحرزه الناصر منسي النهاردة يعتبر أنه يا رجل مباراة أنا بعتبر الناصر النهاردة كان مراكز لكن فيه حال التركيز عند اللعيبة في الأداء بقى فيه أنت حتى ذكرت نقطة مهمة جدا الزمالك لازم ترجع له شخصيته وأسلوب لعبه إلى حد ما كانت فيه ملامح بالرغم من أنا مش أعلق على المستوى الفني بالنسبة لبوسليم لكن النهاردة كان فيه حاجات مهمة جدا إيه هي الدوافع اللي كانت موجودة النهاردة عند اللعبة في زيارة أنهما يقدوا بالشكل الجيد أولا أنت وصلت يعني وصلت رسمي وصلت رسمي دي شيء اللي ضغوط من عليك فبتأدي بشكل كويس اتنين أنت بتحاول تد انطباع للمدير الفني للعيبة اللي بتنزل في التشكيلة بتأدي لازم أدي انطباع قوي جدا لسه المدارب جاي فلازم مبرارة رسمية تاني مبرارة رسمية كمان لازم أأدي بشكل قوي جدا دي حاجة تانية صح بالنسبة للعيبة دي الحاجات دي كلها قدت قدت قوة للفريف الأداء النهاردة برضو بتشوف عمر جابر مع النهاردة حتى لو أحمد مجدي حتى بيكلم مع الراجل بالنسبة للعمر هو يعرف منين أنه عمر جابر بيقدر العب رايت والليفت والعب دوص ملعب كل كلام دوت لكن كمان معه أحمد مجدي بيكلمه وده هو بيتابع في التدريب بشكل كويس كمان عمر جابر تحديد ومحمد أشرف روها من أكتر اللعيبة اللي ناله انتقادات عظيمة السنة اللي فريف جدا يعني ودائما يعني مش عارف لو يا حضرتك اللعيب اللعيب طبعا إمكانياته وقدراته بس كمان مهم مدرب وتوظيف وتوجيهات النهاردة يتنين كانوا كويسين جدا أوي يعني أنا النهاردة أشرف ودونجا النهاردة في نص الملعب أحيانا اللعب بتزلم بسبب المدرب يعني آه ممكن آه بربع عليك يا كريم يعني ممكن أنا في سنين كانت ممكن ناجي مع مدرب ألاقي نفسي الدنيا وقع معاه خلص بطريقته اسلوب لعب وكل الكلام دوت فأنا مش عارف أتكيف مع ده بشكل كبير فتلاقي لعبة كده ممكن تبعد كتير قوي فتلاقي نفسك بتبعد عن فرمتك وأدائك القوي هنا ممكن جميز ده مع التوظيف ده لا بيدي فرص لرؤة ويدي فرص لدونجا لعمر جابر لغا للناس ادي ثقة للعيبة كلها لكل العيبة حتى في النهاردة في التغييرات نفسها لما ضمن المباراة وهو عارف إنه هو وصل عجبني جدا إنه هو بيدي فرص لناس تانية عشان هو يستكشف ده قبل ما يفكر في المباراة والدية بيستكشف ده في المباراة رسمية بس أنت قلت لي في تحفظ على التغييرات طبعا وإن هنا في نقطة لابد إن إيه إن أنا مش عايز دي تبقى هي في أسلوب إدارته للمبارايات الرسمية لإيه لو اعتبرنا النهاردة المباراة مضمونة آه النهاردة المباراة مضمونة لكن ما جيش أنا لإن أنا مبسط على الوقت وبلقيت التغييرات نفسها التغييرات الخمس تغييرات كلهم لحد دي 64 إنت خلصت تغييراتها كلها 64 فأصبح مضبقي وقت جديد جدا في المباراة في الشوت التاني التغييرات في العناصر الجديدة اللي نزلت أثرت بعض الشيء على الأداء لازم يعصل إلى حد ما هبوط في الأداء شوية لإن لسه ما فيش انسجام وتجالس ده طبيعي ما فيش أي مشكلة خالص رحيل لكن فلنفرض إن في المباراة قدر له حصل إصابة لعواد حصل إصابة لأي العيب بقيت ناقص عدد هو كلا بد حتى لو أنت عايز تشوف اللعيبة ممكن أغير ثلاث تبديلات أربع تبديلات أخلي فيه تغييرة واحدة معايا الوقت معين متأخر أنا زيله في ديها تمانيمة تحسبة أه بربع عليك حيب الوقت لسه قصية تحسبا للخصة دي حتى في التغييرة اللي هي بتاعت الشروط الأولاني في مارش الإسماعيلي كل الناس بالنسبة للشحاية طبعا كل الناس على فكرة على فكرة أشادت بالرجل إنه كان عنده هو كان متحمس جدا الولد وعايز يثبت وجوده بشكل بيت جدا هو غيره لإنه كمان خد كارت كان ممكن مع التهور بتاع ده التهور التهور مش تهور إيجابي الولد عنده حماسة كبيرة جدا عايز يثبت نفسه بشكل جدا فخرجه في نفس الوقت لو معالكش ده في لحظتها كان ممكن تبقى مشكلة كبيرة للولد صح كانت تصوله عظيمة لو هتقولنا جماعة لو اللقطة دي معنا دي رقطة مهمة جدا اللقطة العظيمة اللي تكلم فيها جوزي جوميز مع مرافو عليك لو هو سابه لو خرجه وسابه كانت تبقى مشكلة كبيرة جدا على المدرب حتى تأخذ عليه صح ان انت غيرته في الشوط مصبرتش عليه لا بسواير لسه منضم للفريق لسه منضم كل كلام ده كنت انت خلصت عليه صح لكن انت لما خرج بقفت معاه شوية وتكلمت معاه نفسيا الدنيا تعادلت كويسا عارف حالوة اللقطة دي في ايه كمان يا كابتن عصام انه ما استنىش حتى كان فضل خمس دقايق أو سبع دقايق شو تيخلص ممكن يقول في قط اللبس هتكلم معاه ممكن مدرب يعمل كل اللي عنده هو يستنى بعد المباراة هو في لحظتها ما استنىش ما سبهوش ياكل في نفسه دي دي تحسب لي يعني تحسب لجميز لكن انا بتكلم على النهاردة مثلا انت بتبدأ بعواد انا برضو دي من الحاجات اللي عجباني جدا لان انا بحب يعني ايه اه صبح موجود لكن عواد عواد موجود تقل برضو وعنده خبرات كبيرة جدا يبقى متواجد في مبارازة دي حتى لو هي مش صعبة جدا حتى لو انت ضمنت الوصول بس وجوده برضو بتشعر انه لا بس هسألها لك من جانب اخر يا كبتناسهم انت ده اللوقتي على مباراة الاهلي في الكاس وهنبدأ دلوقتي ان يسأل هو مين هيبقى حارس الزمالك في المباراة دي صبح مع جميز لعب مباراة وعواد لعب مباراة انت مع فكرة استقرار الحارس يفضل مكمل في التشكيل او او مع فكرة الروتيشن في الحراس ان نلعب بده مطش وده مطش او ده بطولة وده بطولة عندك في اوروبا في اوروبا بيلعب بالحارس حتى هو بيجمل في العقد بتاعه في عقده لازم يلعب كل المرات انا بشوف في اوروبا انت عارف كل ده كويس الحارس الاساسي الحارس الاساسي وبعدين ايه بيبقى ليه اخطاء كارسية وبرضو موجود صح ما بيتغيرش وبعدين بيقولك الحارس التاني بياخد مطشط الكاس او في الربطة زي النهاردة مثلا النهاردة بالنسبة اه مدربين ومدربين مدربين ومدربين صح اهي اللقطة بالزبط كده اللقطة دي مهمة جدا على فكرة هو بيكلم احمد ماجد عشان يقوله لأ انت لعب كويس ما فيش مشكلة انا بطلعك دي مشان وبيشرح له انا طلعتك ليه اه بالزبط كده ممتاز اللقطة دي هيلة والمباراة شغالة يعني المباراة كمان كان لسه في عوات زمن تذكرتها كريم بالزبط كان ممكن يستنى بقولك بنشوتين او نهاية المباراة ويتكلم معادي جدا شوف كل دي كل دي على فكرة بتبقى لقطات ومحطات معينة بالنسبة للمدارب دي على فكرة بتضاف لرصيده صح اللي ايجابي بشكل صح طيب هلجعك تاني للحراس دلوقتي انا مثلا بحط نفسي مكان عواد بحط نفسي مكان محمد صبحي انا بيتعلقان في المباراة الاهلي اللي جاية اه لو انا لعبت ولعبت وحش فاللي برا هيخش مكاني اه او انا هلعب اصلا او انا مش هلعب فهنا تقوله الوقت متوتر من قبل المباراة جيلا يبقى عندي حارس اساسي انت كاكده موجود وهتلعمتش الاهلي والله حتى لو ما وفقتش انت مكمل معي اساسي اه فمش هحطه تحت ضغط في المباراة ضغط المضاعف ضغط المباراة وضغط انه مش ضمن مكانه الاساسي اه انت كنت مع فكرة ان عواد يلعب النهاردة ولا الصبح يكمل عشان يبقى تجيزه لمباراة الاهلي لا انا قلت مع عواد انه هو يشارك ايهف ان عواد الافضل للمباراة ده ما يقللش من صبحي لكن ما شوف ان عواد على المستوى الزهني كمان وعام صلى الخبرة الكبيرة جدا ما شوف ان عواد في مواقف كثيرة جدا معناة الزمالك لانه خد كتير اوي ففي المباراة دي بيبقى عنده شوية سبات السبات الانفعالة كمان عنده بيبقى بيبقى موفق في مباراة كمان الكبيرة بشكل كبير لكن خلينا اقولك ان في مدارس بالنسبة للحراس المرمى يخلي الحراس لغاية الوقت الأسبوع بتاع التحضير للمباراة ويسيب الاتنين بس ما يعالنش أن من اللي حيلعب في مدرسة تانية أبتدأ بلغك يا كريم أن أنت تخضر نفسك أنت اللي هتلعب فنستعد ونشتغل على هذا الأساس طيب عايز أتفضل يا كابتن هي دي مدرستين يعني المدرستين دولة بالنسبة للمداربين الحراس بيشتغل على هذا الأساس لكن خلينا نقول فيه سوابت بالنسبة للحراس الكبار أنه بيبقى فيه حارس الأساس ده لازم ده يبقى متوجد على طول عملية التغيير في الحراس دي مش كويس طيب النعاردة زيزو خرج مصاب من المباراة التي توقف الكيحة العرفنا من دكتور محمد وسامة أنه غالباً هيلحق مباراة الأهل شاء الله يا رب ولو بنقول غالباً يعني النسبة الأكبر أنه يلحق مباراة الأهل لو افترضنا واحد في المية أنه ممكن ميلحقش المباراة حجم تأثير غياب زيزو عن الزمالك في أي مباراة الأهل كبير طبعاً آه كبير يعني خلينا أقول لك أن زيزو لعيب مؤثر جداً ولعيب مهم جداً كان في وقت من الأوات كنت أتكلم على لعيبة معينة في نات الزمالك زي شيكابالا في وقت من الأوات لما تسألت سؤال على شيكابالا هو شيكابالا هو نص فرقة نات الزمالك قلت له شيكابالا فرقة الزمالك كلها في وقت من الأوات كان شيكابالا هو الورق الربح على نات الزمالك كان بيكسب الزمالك في كل مباراة زيزو بقاله ثلاث سنين على فكرة هو الورق الربح على نات الزمالك في أفضل حالات وعلى فكرة اشتغل على نفسه وصل لمرحلة هو دلوقتي اللي بيعمل الفرق لناتزة مالك بشكل ببير جدا مع وجود كمان شيكبالة لازم أذكره كمان ليه بذكر شيكبالة مع سن شيكبالة وبشوف ان شيكبالة على فكرة محافظ على نفسه بشكل ببير جدا وبيقدي أداء جيد جدا 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 هو وزيزو قاصم مشترك على طول في مكسب ناتزة مالك وفوز ناتزة مالك في مباريات أغلب المباريات بشكل بير لكن زيزو أعتقد لو غاب عن وراء أعتقد أنه يلحق إن شاء الله لأن أنا برضو بسق قوي في الدكتور أحمد أسامة دكتور هايل ودكتور محترم وحاجة مشرفة جدا جدا وشاطر قوي فأنا بشوف أنه بدل أعلن تصريح دو أعتقد أن زيزو يلحق بالماتش إن شاء الله لأن انت في دعوة أمهمة جدا كريم انت حتى كمان بتكلم على ياسر مراهيم أنا زعلت على ياسر كمان إن ياسر أنا كنت بطالب بيه من مدافعين اللي يبقى موجود في منطقة مصر ويلعب مع فيتوريا يلعب أساسي أنا بحب النجوم دايما كلها واللعبها الكبيرة نفسها تبقى موجودة في المباريات الكبيرة لازم تكون موجودة عشان تستمتع بالأداء وإن ياسر كمان يغيب بالظبط كده إنه إحنا عايزين ده ماتش أهل وزمالك ده ماتش أهل وزمالك فإيالية كل الأسماع العظيمة تبقى موجودة في مجر عايز أخذك بقى في نقطة بعيدة عن الأهل والزمال وفرصة النحرك اللي معاه عشان نتكلم فيها بهدوء أكثر حالة بيرامدز بيرامدز أمس بيخرج من دور أبطال أفريقيا بيخسر البطولة الرابعة السنة دي بعد الكاس والسوبر والربطة ودي أفريقيا كمان وكان تصريحات للأستاذ ممضوح حيد في بداية الموسم ده موسم هيحصل فيه بيرامدز كل اللي عمله طوال السنوات الماضية ونما نبص على بيرامدز على مستوى التشكيلة تشكيلة عظيمة جدا ومتكاملة تقريبا على مستوى المدربين اللي جابهم بيرامدز أسماء كبيرة عالميا وأسباء كبيرة كمان مصرية في بعض الأحيان هي مشكلة بيرامدز فيهن عشان ياخد بطولة مشكلة بيرامدز إدارة يعني إدارة أنا أعتقد أن أولا أنا بشكرك مبدايا عشان هو دايما لما منيجي نسأل السؤال لا أول جملة يتقال جماهير بس أنت أخذتها بجزية تانية مهمة جدا إدارة أولا البيرامدز على فكرة أنت عارف أنت عارف أن أنا أحس أن أقولي الكلام ده حصل زي ما تكون خدعة خدعة للدور مصر اتخدعنا في بيرامدز والناس خدعتنا في بيرامدز يعني أنا بشوف أن فيه أشخاص أو فيه ناس استولت على بيرامدز وقفلت على نفسها وبقوا واغدين لوحدهم سكة لوحدهم بعيد عن المنظومة نفسها بتاعة كرة القدم لوحدهم وانتظرنا نشوف جديد ما فيش جديد أنت بتشوف دلوقتي سالم الشمس اللي هو يعتبر رئيس أو رئيس نادي بيرامدز أو كل كلام ده الرجل ده كل الشكر للرجل ده الرجل ده عامل طفرة كبيرة جدا 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 وما بيبخلش بأي شيء على نادي بيرامدز صح أنا بشوف ناس وبعد إذن حضرتك لو تسمع كابتان أسوام هيفضل نادي بيرامدز هو إضافة لكرة القدم المصري لا فيش كلام فكرة أنه دلوقتي بينا نقول أهلي وزمانكو في بيرامدز وبيرامدز فدي إضافة عظيم مبرات الأهلي وبرامدز مبرات الزمانكو بيرامدز دي حاجة عظيم فهو من ناحية احنا من الكلام ده عشان زعينا ده إحنا عايزين يبقى أحسن من كده يبقى أحسن من كده عشان الناس بتتخاهي أنه الكلام هجوم على بيرامدز بالعكس تماماً ده إحنا بالشكل ده عايزينه يبقى أحسن من كده هنا لا بد من تغيير في الهيكل إداري ل بد من التغيير في الهيكل إداري تغيرت الأجهزة فنية وغيرت اللعبين آه بتغير كتير أو في أجهزة فنية بتعمل عدم استقرار أنا بس تشعر أن اللعبة ما فيش لا زابط ولا رابط وما فيش الحتة الحماسة وما فيش السواب والعقاب ده مش موجود في برامنسي نوعات الأبوحاش عادي مش مشكلة أهي دي يا كريم أنا بأتكلم رسالة لرئيسنا إرنادي وكان من قبلها طبعا لمسشار تورك على الشيخ برضو تواجد الاستثمار دوته وتواجد نادي بحجم برامنسي موجود وبقى منافس للأهل والزمالك على فكرة كل ده بيبقى في صالح القرى المصرية بالتأكيد لكن القصة كلها مش إن أنا بجيب لعيب عشان ياخد 100 مليون وياخد 150 مليون ويبتدي ياخد جنب للاقي فيه بطول الكاس ولا بطول الدوري ولا أفريقيا ولا أكون فضلاليا ولا أي حاجة حتى كمان مع الأهل والزمالك أنت بتخسر من أهل والزمالك حتى مع الفرق المتوسطة في الجدول أنت بتتعدل معه وبتخسر من فرق كمان في آخر الجدول يعني ما فيش لا شكل أنا بأستشعر ما فيش لا شكل ولا شخصية ولا مستوى ثابت ولا ممكن أنا ولا توقعات ولا رؤية ولا تخطيط لهذا النادي دي مش واضحة فلابد إن إدارة يبقى فيه تغيير الاستراتيجية نفسها بتاعت إدارة بيرامدس وعمل التقييم لابد إن هنا وقفة بعد الخسارة بتاعت إمبارح بتاعت مزيم بتلاتة لابد إن يبقى فيه تقييم ووقفة جديدة ووقفة جديدة جدا على فكرة معه وتقييم لكل الناس وعلى فكرة لازل تكون فيه قرارات كمان قرارات صارمة وكمان مهمة جدا لإنها ممكن تعمل نقطة تحول لنادي بيرامدس إنه يبقى فيه نقطة تحول للنادي واللعيبة كمان يتقاس عقودها بالبطولات وبالمشاركة وكل الكلام ده واضح إن الكلام ده مش موجود تماما يعني الموضوع الموضوع مش عايز أقول الموضوع على الكيف أو الموضوع أنا شايف إن الموضوع مفوش مفوش لحطة الحزم مفوش حطة اللاحة بتطبق مفوش كلام ممكن يكون بالحاجات ده بتحصل يعني أسكر جزء مهم جدا إن دي بيرامدس إن هو وصيف الدوري لكن مش عارف تلمس بطولة مش عارف تلمس بطولة وعلى فكرة كان ممكن تلمس بطولة في إن أنت تاخد دور عام وإن أنت تاخد كونفدرالية لكن الكلام ده أنت مش حسه طيب أنا معي اللوقتي واحد حبيبك جدا على التليفون دلوقتي مدرب كبير واسمه محترم جدا كابتنك كبير كابتن طرق مصطفى المدير الفني الفريق البنك اللي قال يا كابتن طرق منور الدنيا حبيبك كريم أنت اللي منور دايما ومنور كل مشاهدينك وتحييلي طبعا لكابتيني كابتن عصام مرعي قابتن طارق صحب الأسسس صحب الأسسس في نهاية أفريقيا شهود انجلس طارق طبعا لو أعمل كنت بدأنا نتكلم دايما أنا وطارق من أفضل لعيبة اللي جدت والصفقات القوية اللي جدت زمالك طبعا لكن عمل اللي أسست في نهاية أفريقيا يعني أنا كنت تنزلت الشروط التاني وهو من ناحية اليمين عمالي الأسست دوت شوف بقى هنا المجهود هو لسه طارق معي المجهود إنه هو بزل مجهود كبير في قوي عاش ربنا يكافوا وأنا جت لي على التمنتاشر وأنا بشوت السردباكين تراموا علي فحصلت زحمة وجات قدام طارق وجاب جول الجول ده هو اللي وصلنا يعني كان اتنين صفر الشوتينج صارز الجول ده بقى اتنين واحد حبيبك وده اللي وصلنا إنه إحنا في مصر لعدنا المباراة تانية طبعاً ياتيته طبعاً وعمل مباراة دينا النهاية حبيبك سيبنا ضربة الجزاء طبعاً ده أنا كان لها الشرف يا كابتاً أصاب إن أنا لعب معاك ولعب مع الجيل كله بتاع تسعين وإنت وكابتن إسماعيل وكابتن أشرف آسم ربنا يشفيه كل الجيل بصراحة عين من منصور كل الناس مش عايزة نتحد آآ يمكن أنا اللعاب الوحيد اللي دخلت نادي الزمالك في السنة دي وكت سعيد وفرحان بوجود يفوز تكوكبها من اللي جوا آآ منهم كابتن عصام طبعاً جيل عظيم جداً وجيل رائع جداً كابتن طارق النهاردة تعادل والبنك الأهلي يبدو إنه يتحسن مباراة مع المباراة ولكن تحس إنه كل ما البنك الأهلي يبقى قريب من فوز أحس المباراة بتخرج بتعادل أنت شايف مرضوط فريق البنك الأهلي الفترة المضايقة عامل إزاي ومباراة اليوم لا بقول طبعاً الحمد لله والشكر لله هو في تحسن كتير في الأداء الحمد لله واضح للجميع ولكن هو توفير ربنا كم يمكن توفير ربنا مش محلفنا المباراة دي ممكن أقل منها فنية من مباراة زد لأن مباراة زد كنه إحنا أفضل وإن إحنا طول المباراة تسعين دي بصراحة كنا عملنا كل حاجة في الكورة وفرص كتيرة جداً واستحواز وكل حاجة ولكن ربنا ما عرضش توفيق مش محلفنا بصراحة المباراة النهاردة وتلعب للتحس كان داري مال كبير في وسط جمهوره وملعبه وخارج من هزيمة من البرامدز والضغوط كانت عالية ولكن بشكر اللعيبة عن مجود اللي هم عملوه خلي بالك الدور كله والفرقة كلها متقربة صعب جداً هتلاقي في الدور ده كتير جداً كتير جداً تعادلات لأن اللعيبة كلها متقربة من بعض هو بس توفيق ربنا يحلفنا لأن إحنا بنتعم ونكتهد ودايماً التوفيق مهم جداً في كورة القدم وكابت العصام مدارب كبير وعارف مدى اللي أنا بقوله يعني طبعاً ولكن معنا معاك كريماً الحمد لله الفرقة تحسنت بشكل كبير بصراحة طيب أنا هقول لك حاجة وحتى تكلمت فيها قبل كده مع مسؤولي نادي البنك الأهلي عندهم لعيبة كويسة وبيجيبوا أجهزة فنية محترمة دلوقتي عندهم جهاز فني محترم جداً بقيادتك فكرة الاستقرار بتاع الفريق دايماً ما كدش بيحصل عندهم استقرار المدربين ما كدش بتحصل كتير في البنك الأهلي علاقتك بالإدارة والإدارة بتتكلم معاك وهم بيديناك الدعم الكافي إنك تعرض تشتغل عشانت راجل أنا عارف إنك تحب تشتغل في هدوء وإنك تشتغل في هدوء بتنجح يعني هل بتاخد الدعم المناسب من الإدارة؟ آآ بكل أمانة أنا بشكرهم من خلالك بردو آآ كل إدارة بتادي البنك الأهلي واللي هو أشرف نصار اسمه محمد عبد المنى من المشفى مع الكرة وكل الإدارة بصراحة بشكرها لإن خلي بالك من الأندية اللي دايماً بتعمل سكرار المدرب ممكن إنت لو هتتكلم أعتقد إن هما في الدور الممتاز ميسك كابتن محمد يوسف وميسك كابتن خالد يلال وميسك بابا فاصيليو وكابتن حلمو طولان وكابتن طبعاً الكبير وأنا أعتقد كل مرحلة بالنسبة لهم كل واحد خاد فرصيته بشكل كبير جداً ممكن تكون مش تساوية ولكن أنا أشوف إن هما بيستنوا على المدرب وأنا حتى يمكن حصل كلام منهم قبل كده وأنا موجود في المغرب ولكن أنا بصراحة بلق كل الدعم منهم والناس مش مؤثرة خالص بصراحة بالعكس البنك الأهلي أنا بشوف إن بالإمكانيات اللي موجودة في البنك الأهلي أعتقد إن شاء الله بإذن الله في الفترة القادمة مش الآن يعني إن البنك الأهلي لازم في خلال مشروع مش مع طارق ده عشان محدش ياخد كلامي لا البنك الأهلي من الأندية اللي لازم يقاليها مشروع ثلاث سنين عشان توصل وتلعب كونفدرالية وتلعب في أفريقيا إن أنا أشوف جي ما قلت لك في الأول إن كل المستويات متقربة أعتقد إن هما مش أقل من خرق اللي عبت في كونفدرالية ووصلت لأفريقيا صحيح كابتن طريق عايزة لك كمان على محمد أبو جبل وتقولك محمد أبو جبل عايزة تحديداً أعرف اتعاملت معاهز زي نفسياً بعد العودة من المنتخب وتحديداً موضوع النادي الأهلي وحكاية إنه كان قريم من النادي الأهلي وخلاص هيخلص في النادي الأهلي ورجع تاني مكمل مع البنك الأهلي عملت إزاي بقى نفسياً مع محمد أبو جبل عشان أكيد دي كيت حجم السعب أكيد طبعاً أنا في البداية طبعاً بشكر مدربه طبعاً العقباوي أشتغل معاه بشكل كبير جداً هو وحسن شاهين وأحمد صبحي أعتقد أنا وجهة نظر يعني وجهة نظر الشخصية إن التعامل مع جبل كان سهل لأن جبل مر بالظروف دي جبل أولاً لعيب دولي لعيب في نادي الزمالك نادي كبير جداً بيلعب منتخب مصر بقى له فترة كاس أمم عملها الأخيرة قبل الأخيرة دي بشكل كبير جداً وكان لعب أساسي وكان ليه دور كبير جداً في حصولهم لعي فاللي عايز أقولك لما بتعامل مع أحد بقيمة جبل وخبرة وقيمة اللعبة الخبرات بأسهل كتير جداً لأن تحط في ظروف كتيرة جداً وفي مواقف كتيرة جداً أنا كنت متابع مع جبل من خلال التليفون وهو في أمم أفريقيا أنا بشوف أن جبل اتظلم في الجزئية ديت لأن أنا في اعتقاد الشخصي كمان الفترة دي بصراحة هو من أفضل الحظة الموجودة بكل أمانة يعني من خلال أداءه ومش عشان هو أنا مدربه ولا حاجة لا من خلال أداءه في المباريات من قبل المنتخب من مباريات بلدية المحل في بلدية المحل ويمكن كنا كسبنا التنسي فر ومباريات الماء يعني جبل من ساعة قبل المنتخب بأسبوعين وهو في مستاوى بصراحة مرتفع جداً كان بتنطرق وحكاية النادي الأهلي بقى أكيد كنت بتتكلم معه طول الوقت فيها يعني طبعاً هو خلي بالك هو 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 جبل يعني هو جبل يعني أي لعيب خلي بالك أي لعيب وبتابت أن عصام عارف يعني بيجيله الأهلي أو الزمالك بيفكر مليون مرة ودي بتبقى فرصة ما بتكررش كتير صحيح لو تفتكر اللي حصل مع جبل كان حصل قبل كده وأنا موجود برضو مع نادر السيد صحيح وكان برضو نفس الموضوع وراحل نادي الأهلي وكان في وجود عصام الحضري ونادر ملعبش واخدت منه كتير جداً 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 ونادر كان في الوقت ده متقلق يعني وكان نجي من مصر فبالتالي انت كالعيب لازم تحسبها خاصة أن جبل موجود في نادي بصراحة نادي محترم جداً نادي البنك الأهلي أعتقد الناس بيقدروا بشكل كبير جداً وفي الأول والآخر ما حصلش نصيب مش معنى أنه ما حصلش نصيب أنه هو يروح من خلاله أو من خلال النادي الأهلي أو من خلال حتى إدارة البنك الأهلي اللي إحنا ما كانش عندنا مشكلة لأن إحنا بهمنا كإدارة البنك الأهلي اللي هو أشرف نصار وأنا كمدير فني إن أي حد هيجيله عرض من الأهلي من الزمالك أنا من نوعية المدربين اللي بحبي دايما نساعد اللعيب إن مهما تقوله ومهما تقنعه مش هيقتنعه هو عايز يروح يجرب التجربة صحيح فبالتالي أنا أشوف بصراحة إن أنا أتكلمت معجباً لو قلت له قلت له أهم حاجة بالنسبة لك حالياً إنك تبضل متواجد في منتخب مصر لأن كل بيسعى إن يكون موجود من اللعيبة إنه يكون موجود في منتخب مصر خاصة من اللي ماسك المنتخب دلوقتي واحد قمة كبيرة جداً حسام حسن ومريب حسن وجهاز الفني كله اللي موجودين معاه أتمنى لهم التوفيق يعني يكون جهاز وطني ومصري هو أضرب كل لعيبة في حالته من خلال رؤيته من خلال نفسيته من خلال عوامل كتيرة جداً عشاناً للمدارب المصري أنا أشوف المنتخب مصر هو أفضل اختيار حصل بصراحة صحيح كابتن الكبير كابتن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك اللي أنا بشكرك شكراً جزيلاً على هذه المداخلة كابتن طارق كان لعيب رائع ومدرب كمان قوي قوي وأنا على فكرة وأنت معاه في السئلة بتاعتك كانت مهمة جداً أنا بشكرك جداً لأن أنا بحب طارق جداً طبعاً طارق كان فوسطين على فكرة من اللعيبة المهارية وعلى فكرة الخدم العلساني كنت أنا حقول لك إنه هو مجلس إدارة المحترم بتاع البنك الأهل وأشرف النصار وكده إن هما اختيار كان موفق جداً على فكرة ولازم يبقى فيه مشروع بالنسبة لمدرب قوي وعنده خبرات كبيرة جداً لإني استعجلش عليها آه لإنه هو مش أقل من ثلاث سنين إنت بتيجي في السنة الأولينية وبرضو طارق على فكرة هتلاقي من المدربين كمان اللي بيعرفوا يتعاملوا مع العيبة نفسياً ودي الحاجة وده موضوع السؤال اللي إنت سألته بتاع جبل على فكرة نقطة كانت مشكلة كبيرة طبعاً ده ممكن توقع حارس تاخد معا وقت كلما تحاول تعاليه تاني وترجعه تاني موضوع صعب جداً فهو النهاردة كان فيه تقلق لجبل في المباراة النهاردة بتاعات سجندري جداً جداً هو قال له كمان نقطة مهمة جداً قالت وجدت من خسرت الأهلي بس المهم بالنسبة لك هو منتخب مصر هو ده ده الهدف الأهم ده الأساس آه الأهلي حاجة عظيمة وحاجة كبيرة أهلي أو زمالك بس انت انت حارس لمنتخب مصر هتجيلك الفرص كتيرة جداً لأنه هو ربنا ما أزنش آه على فكرة سعب بيبعدك لزارفه من نسبة الجبل لأنه هو حادس حادس كبير لكن طارق عالج دي كويس قوي طارق جه مشي بالفرقة بشكل كويس انا شايف ماشي بنتائي كويسة جداً والفرقة بتأدي معاه بشكل واس دي مهمة جداً لعبة انت استجيب للمدارب في اسلوبه وفكره بشكل كبير قوي في نفس الوقت اختيارات بقى ليه تلات سنين تلات سنين لان انت بتعمل تيم وبتعمل تيمين كمان فرقتين ان انت ازاي تقدر عندك الصغرات اللي موجودة عندك تقدر تسكن فيها لعيبة انت حطت عينك عليها ما بتزودش في العدد عشر ولا اتناشر ولا خمستاشر بتجيب اربع خمس لعيبة في السنة التانية عشان تدخل تأوي فرقتك بشكل قوي جداً لان انت بحافظ على الانسجام والتجانس اللي موجود في التيم لان انت بتحافظ اولاً على القوام بتاع الفريق ما تضربش في قوام الفريق كم واحد في ادارات الاندية في مصر يفهم كم لا حاجة بتقوله ده لا اصلا انا اسف لان اصلا تقول كلام مهم جداً كلام اللي العالم كله بيشتغل بي انا عارف يعني بس احنا عندنا المدرب صلاحيته لو بقت سنة تبقى حاجة عظيمة جداً المدرب كملت سنة مع فرقة دي حاجة يعني مزهلة عشان عندنا الصلاحية المدرب شهور لان انت عندك انت عندنا في مصر احنا بنشتغل هواء والناس عندنا متخاف في ضغط جمهير جداً وفي ضغوط بتبقى صعبة جداً ما فيش حد بيعرف يعالج يعالج احنا عندنا مشكلة كبيرة جداً من من الناشئين من الصغر واحنا بنعلم عندنا مشكلة في الخسارة لما بتحصل الخسارة ده الثقافة اللي بيننا وبين اوروبا عشان كده ما نقولش نقارد نفسنا باوروبا في مئة سنة بيننا وبينهم نحاول نقرب نحاول بس لازم تكون فيه ادارات محترفة ادارات محترفة وكرسات وصفر لمدربين وصفر لإداريين وحاجات دي كلها عشان انت تتنقل النقلة الكبيرة ديت مهمة جداً لان انت لما بتيجي كمان عملية التغيير لما بتيجي تخسر ماتش ولا ماتشين قليل جداً لما كنت مدرب تعظيم سلام لإدارات المدرب موجود ودي كنت بشوفها كنت بشوفها في الجيش لما كان بيجي مثلاً رفت الله على المشير طنطاوي مثلاً في حرص القدوب ولا فطلع على الجيش وتلاقي اللعيب لما بيشم ريحة ان في نتائج سلبية والمدرب حيمشي بيجي هنا بقى الإدارة القوية المدرب قاعد لنهاية الموسم ودي تقالت اللي هو اللي هو ما تحاولش ان انت هتشيلها للمدرب انتوا اللي هتشيلوا الليلة وانا حسابي معاكم ولو الفتر اللي جاية دي مفيش أداة ومفيش كتائج إجابية مش هتبقوا هيبقى في مشكلة ليكم فهنا بيحصل تحول كبير جداً جداً هنا الإدارة الإدارة القوية والشخصية ان دا بحضرين عشان كده أنا بقولك النقطة دي النقطة دي مهمة جداً في الإدارات ان انت ازاي انها تديروا مساحة وتشاركوا في النقاش وتتابع معاها ودي بقى فيه عملية متابعة وتقيين للعيبة اللي جاية دي قولايبا الهدف منها هو أهداف كبيرة للنادي لأن فيه فلوس بتتدافع بس الفلوس زي ما بتروح بتروح في مكانها عشان أنا بجيب العيبة مميزة بتعمل فرق للفن ممتازة متفائل بالجهاز الفني بقية كابتر حساب حسن لمنطقة مصر أنا في كذا برنامج اتأخرت قوي اتأخرت اتأخرت لأن انت جبت كم مدربين أجانب بعملة صعبة بصطف كبير جداً جداً والمرضود نفسه كان قليل جداً وكان ضعيف جداً لكن انت عايز تمشي في السلسلة بتاعت المدرب الوطني مفيش مدرب على فكرة مفيش مدرب وطني حالياً يستحق إن هو يمسك منتخب مصر إلا حسام حسن أنا افتكرت إنه بحسام حسن لأ ما أنا وصل إلا حسام حسن إلا حسام حسن ليه بقى؟ ليه لأن انت لما بتكي تخط بتخط سمات بتخط مواصفات بتخط تاريخ كبير جداً وبعدين هنسكر الجزء السلم انت بتتكلم على كابتن جهري بتتكلم على كابتن حسن شحاته مين اللي شبه هم الاتنين هتلاقي الامتداد اليوم هتلاقي حسام حسن مفيش شخصية تانية حتيجي طب إيه الجانب الجزء طب حسام إيه حسام على مسافة واحدة مع كل اللعيبة صح لابد إن حسام يعمل دي حسام اللازم يرقى حسام هتشتغل كتير أو بعيد عن نواحي الفنية هتشتغل حاجات كتير قوي لأن فيه اختلاف دلوقت اللعيبة بتاعته اليومين دول الفكر والمنتاليتي والعقلية نفسها بقت مختلفة عن الجيل بتاعنا فلابد إن انت هتروح توصل للدماغ دي توصل للدماغ بتاعت اللعيبة السنة الاتين وعشرين والا اربعة وعشرين والستة وعشرين والسبعة وعشرين وأنا في الخمسينات فازاي قدرت عامل مع النوعية دي والثقافة دي والعقلية دي وعلى مسافة واحدة كمان من اللعيبة كلها في نفس الوقت إيه المشكلة مع محمد صلاح ولا مع اللعيبة كله لا مفيش مشاكل خالص على فكرة المشكلة مش هبدأ أنا بحسام لكن هبدأ بمحمد صلاح صلاح ما عندوش أي مشكلة في أي تعامل مع أي مدارب سواء وطني أو سواء أجنبي صلاح العيب محترف فبيتعامل باحتراف مع أي مدارب موجود بينفز تعليمات بيشتغل على هذا الأساس فيش كلام من ده خالص حسام بس يبعد شوية عن الجانب اللي انت عارف يا كريم واللي كلنا عارفينه حسام بيشت زي ده شوية اللي ايه؟ العصبية لا موضوع الناء الأندية هو عارف يا حسام حسام هتلاقي كل الدنيا بتتكلم على الجزء ده يا حسام انت انت تاريخة كبير وأنا من المؤيدين ان انت تبقى مدير فاني وتاخد الفرصة وتاخد الفرصة كابلة لكن في نفس الوقت انت الجانب ده حيقابلك حاجات كتيرة قوي لان انا عارف ان انت الناس دي هو وابراهيم من وهم بيلعبوا من وهم بيلعبوا وبعدين انت بتتعصب يعني بيبقى فيها عصوية زي ده وانت بتضرب نادي عشان ضغط الجماعيل بتاعتنا يا العيب رابع عليك لدلوقتي ما شاء الله الشعب المصري كله ضغط على الجمهور مصري كله ضغط عليك ما هو ده ما هو ده انت ازاي تقدر تكنترول دوت بقى دي هتبقى ده هي دي بقى المعادلة الصعبة لو حسام نجح فيها لو حسام نجح فيها الدنيا هتبقى ان شاء الله بإذن الله كابتن عصام كالعادة بتشرف وبتنور ودايما الحوار معك مش المفتوضة حبيب استمتعت معك دايما يا كريم ودايما متقلق حاجة شكرا كابتن عصام هلسا بكمانين مع حضراتكم بعد الفاصل الزميل عزيز محمد خليفة خليكم معنا حبيبنا الحلم محمد ده خليفة دي في هزي فاكرة خليفة بنور الدنيا كالعادة دنورك يا كريم سعيد ان انا معك طبعا وسعيد ان انا في القناة الاولى قلت النهاردة ان الزمالك شكله حلو المدرب شكله مبشر باختار الكلمات يعني مش عايز اقول مدرب حلو وجميل وعظيم وهيكسر الدنيا بس جزيج وميز تحسه مباشر الفرقة بقت شوية منظمة شوية بقت حاسس بنمط وده بقول حاسس ليه انه لسه ما فيش حاجات متسبتة ومتأكد عايزة مباليات كثيرة معايا في الرأي ده ولا مختلف مليون المئة متفق معاك كريم احنا بنكون انطباعات تكوين الرأي زي ما قلنا لازم يمر بجميع مراحل المنافسين احنا شفنا جزيج وميز ضد الاسماعيلي فريق طبعا افضل كتير من ابو سليم وشفنا ضد ابو سليم ولكن هي نوعية الموتشاط اللي هو فريق الزمالك نازل يطرد النتيجة وهو اللي مطلوبه ان يكسب والفريق التاني بيسعى لتجنب الهزيمة يعني الاسماعيلي كان ليه فرصه طبعا لانه هو الاسماعيلي عنده ادوات بس كان الاسماعيلي بس على تجنب الهزيمة حسنا نشوه التاني اه طبعا محتاجين نشوف المدرب في جميع انواع المباريات اللي تتضمن ان انت الفريق المسيطر القوي المهيمن اللي لازل يكسب او ان انت بتلعب جيم متكافئ او ان انت بتلعب جيم ضد فريق اقوى منك عشان تاخد انطباعك عن المدرب في الثلاث انواع من المباريات اللي ممكن يعبرهم اي مدرب فيه مدربين بيبقوا شاطرين جدا لو هو الطرف الاقل اللي حظن وبيلعب تحت الكرة وبتشوف منه حاجة مبهرة وفيه مدربين تانيين بيبقوا كويسين جدا وما يبقى هو الطرف المهيمن واللي لازل يكسب وفيه مدربين يعني وفيه مدربين بيجمعوا بين التلات انماط من اللعب فاحنا محتاجين عشان نحكم على تجربة جوزي جميز على الاقل على الاقل نقيمه في نمط تاني اللي هي المباريات المتكافئة اللي هي شرط عشان الزمالك حق بطولة ان هو زي ما هيجيد احنا شوفنا الزمالك اجاد في اللقائين الاسماعيل والقائين ابو سليم ضد الفرق اللي هي بتتجربة الهزيمة والزمالك ورازل يكسب بس فيه عشان تكسب بطولة في اللقاء زي الاقل انت هتعابل فريق يعتبر اللقاء متكافئ او الاقل كمان افضل فنية فانت محتاج تشوف الوجه بتاعه في المبارات دي عامل ازاي وعشان تكسب الكنفيدرالية هتروح لسكك بعد كده نهضة بركان اتحاد العصمة اللي هي مباراته متكافئة محتاج تشوف المدرب هو بلعب جيم متوازن هل هيقدر يحافظ على الشكل اللي هو اللحظة الدفاعية والت بتتلقى هجمات ولحظات التحولات ولحظات السيطرة كل اللحظات دي ولكن اللي بيحصل في الزمالك برضو حاجات على الطريق الصحيح النهاردة كان الزمالك بلعب جيم بدون في الشوط الاول اللي هو افضل اشوط الزمالك في الموسم تقريبا بدون صفقات حتقول لي حاجة منطقية ان ده بوسليم فرقة كل خضورتها بالتانية قوي يعني فرقة بالضبط تمام الزمالك جاي منين ما احنا مش حنقول لو الزمالك جاي من الموسم اللي كسب فيه الدورة والكاس والنهاردة كسب بوسليم بالأداء قوللك عادي لا وكان هيبقى الزمالك كسبية النهاردة ومتدايق بالطبيعي كما زمالك جاي منين تعال نشوف الزمالك جاي منين يا كريم جاي من المستوى اللي قابل بيها بوسليم في برج العرب من فترة صغيرة تعال نشوف الفرق بين المحاولات النهاردة والمحاولات في القابل سليم أنا مش جايب لك حاجة معلقة كتير وهو الزمالك جاي من الحتة دي عشان كده اللي استبشار ده هنا الزمالك كان جاي من هنا اللي هو 60 دقيقة ما عملتش محاولة على الجول ده القابل سليم في برج العرب 60 دقيقة الأورنج ده أفتارجت بره المرمى 60 ده لغات الدقيقة 60 أول محاولة كان الزمالك حاولة أونتارجت اللي هي كانت الجول في الديام 60 إلى الديام 75 محاولات قليلة جدا شفنا الجول ومحاولة واحدة في الجول دي المحاولتين للزمالك طول لقاء أبو سليم اللي هي في مصر اللي في مصر اللي ملعبك فالزمالك جاي من هنا عشان بس الناس تبقى عارفة لو انت بتشيت بجو جو جميز أو تتحمله في اللي جاي لو لقدر الله للزمالك حصل إخفاق في الكون فدرالية أو أي شيء يبقى جمهور الزمالك عارف هو بتحمل إيه هنا الإخفاق مش لازم الخروج ممكن الإخفاق انت تهن يعني تخسر مباراة وترجع تعوض فيه لقاء بعد كده تعال بقى اللي بعدها تعال بقى نشوف النهاردة زمالك جاي منين خلي بالك هناك كان الخط على أربعة هنا الخط على خمس محاولات في الشروط الأول منهم اللي شفنا ده وفيه بار في العرضة وفيه وفيه كل ده في الشروط الأول اللي يديها خمسة واربعين محاولات منهم زي ما قولنا عرضة وعلمرمة وهدف وحاجات تتحصل لها بلوك كل حاجة فيها كل أنواع ومنها فرص الناس اللي شفت بعينها كمان في فرص طلعت أوف تارجت بس كانت قربية أول من الجون يعني الكورتين بطلع بصرفة شغلة بين النصر محسومين أوف تارجت بس هم واقعيا كانوا في قلب الجون فالزمالك لا الزمالك تحسن كتير ولكن برضو المحاولات بتاعت الزمالك بتقول أن بعد التغييرات في الشروط التاني الدنيا وقفت ودي مبررة الرجل عايز يتفرج ما هو مش كل فرقة تقدر تقول أن أنا في نص المستحف أدخلك عشر تفقاء صح فدي محتاج برضو كان يشوف فده سبب أن الزمالك جه في النصر الساعة الأخيرة ويعتبر خطورته على المرمى اللي هو يتعامل بقى مع جوز الأخير أنا بقى مباراة تجريبية أنا بجرب لعيبة أنا خلصت خلاص أنا سعدت وسعدت أول وكل حاجة نفسه في المؤتمر أنا بيعجبني في المؤتمرين رام على نفسه جزء من المسئولية ودي من الحاجات اللي أنا بحبها في المدير الفني اللي هو بيشيل شلته يعني الرجل شال النهاردة وقال أنا اللي عملت التغييرات وكنت محتاج كذا وكذا ويمكن ده سبب الأداء حالف ماتل إسماعيلي ما لمش الأرض ولام الفريق اللي ما سيطرش فدي لازم نفهم الزمال الجاي من كده نقطة ثانية برضو من الدلالة التحسن يا كريم الصورة اللي بعد كده اللي هو شكل الفريق نفسه دي مسلا المراوغات في القاءة أبو سليم الأولاني بص الدريبلز عاملة إزاي ماهو أنت بيش عارف نشرح لنا بس الصورة دي دي المراوغات مفيش مراوغة في التلت الأخير المراوغات هنا في نص منعب يعني ممكن يكون لعيب كذا بيلم حاجة زي كده دي في القاءة أبو سليم الأول أنا برضو بأكد لك الزمالك جاي من إيه يا أنت بتروغك في نص منعبك أنت اللي هو ممكن فرو الداخل عليك تضغط فانت المراوغة فيش حاجة مؤسرة واحدة بس في التلت الأخير تعال نشوفه النهاردة لها عند خط هناك خارج آه نشوفه النهاردة بس لك يا خابة ده مراوغات الزمالك فتتحسن التحسن اللي هو بتاع انتشار اللاعبين مهونتا ساعاتا ما يبقى اللاعب زي بس عن زيزو واحد وصل ثلاثة ما عافش يراوغ فتلاقي مراوغات مش نكحة وعدد كده إنما ما تبقى الفريق منتشر كويس ومتحرك كويس هتلاقي ده تمكن من المراوغات وبص منها في أجزاء مهمة جدا من الملعب اللي هو التلت قبل الأخير والتلت الأخير تعال نشوف العدد حتى حيبان العدد في الصورة اللي بعد كده النهاردة زمالك عمل 25 محاولة المراوغة احنا كنا دائما بنتكلم على مهما كان التنظيم لازم الواحد على واحد هو اللي بيفرق معك 25 مراوغة للزمالك في القائل النهاردة تميز فيها ممكن بوصفة شلبي كمان لإن شلبي عمل من 5 كورات عمل 4 مراوغات صحيحة يجب حاول كتير لإنه بيبقى الضغط عليه كتير معظم اللاعبين ظهرين بشكل معقول جدا 25 مراوغة دي أرقام بتقولك إن الزمالك تحسن في حاجات كتير ومعنا أرقام تانية برضو بتأكد الكلام ده وصور تعال أوريك حاجة من الحاجات المهمة الصورة اللي بعد كده هتوضح شيء مهم جدا ده طبعا كان شكل طريق لعب الزمالك النهاردة اللي 4 2 3 1 الواضحة شلبي لو تاخد بالك لجوة شوية في الملع ودي حنجيلها بعدين بس معايا حاجة جميلة الصورة اللي بعدها من المعايير المهمة أول في حاجة اللي هو من المواقع اللي احنا شغالين معاها ده برضو شبكة التمريرات تحس ان هو النظام الخطة هنا اللي عيبة ما فيهاش حاجة مبتورة يعني في مواتشل إسماعيل كانت ناحية نوضاي وقفة هنا الناحيتين شغالين 18 سيد عبدالله بيتشتغل مع زيزو 25 عمر جابر بيشتغل مع مصطفى شلبي مصطفى شلبي لجوة الملعب اللي هو انتشار مثالي بالزبط مش مبتورة مش مبعصرة ودي خمس تمريرات فيما فوق على التمريرات وريني برضو كلها هتدلقل على التحصل وريني بقى اللي بعدها برضو دي يا كريم حاجة اللي هي الهجمات الخطيرة في اللقاء طبعا يعني التفاصيل مش مهمة أنا عايز الناس بس تركز معا في حاجة ده القائق أبو سليم الأول أخطر هجمتين وأفضل هجمتين للزمالك كانوا من كرات سابتة واحدة اتبسط ثلاث مرات والتانية اتبسط مرة واحدة ده أخطر هجمتين في القائق أبو سليم الأولان كرتين سابتين أنا عايز تفتكر الناس كان بتفتكر إزاي البساط هنا دي واحدة سريعة كانت معمولة من ست نقلات بس ست نقلات واربعتاشر لمسة تمام؟ اللي هي انتهت لمصطفى شلبي هتبقى معانا اللي شلبي كان في قلب الجود خلي بالك برضو كانت أقصى حاجة هناك تلات نقلات هنا برضو ده نمط نقل سريع تعالي وريك نمط تاني نبص عليه عدد البساط كان كامل النهاردة في أحد الهجمات المحترمة لنادي الزمالك هات الصورة اللي بعدها 24 باصة يا كارين هجمة عملت من 24 باصة وتلمس يتدين وخمسين مرة دي أحد الهجمات المهمة لنادي الزمالك بص الناس تبص على عدد البساط هات الهجمات اللي بعدها أنا ببص عدد البساط هنا ده اللي هو التحسن اللي الزمالك عمله أو عزناف الخائل الإسماعيلي لوجود عبدالله السعيد النهاردة يوعز للانتشار الجيد جدا لعبت الزمالك دي من 19 باصة يعني هجمات الزمالك بدأت تبقى اسلوب لعب جميز واضح فيها اللي هو أنا أقدر أحتفظ بالكورة معايا في رجلي أقدر أنقلها اللعبة بتتحرك لبعض منظور كورة بشكل جيد جدا تحسن كبير في جزء منه يتعلق إن الإسماعيلي وبو سليم مع فرق الجودة الصالحة الإسماعيلي سابوا الزمالك سابوا الكورة للزمالك ممكن لسه زمالك ما دخلش خط وسط في الاختبار بتاعنا هضغط عليك بكل قوة وأنا عندي عناصر ممكن تكون أفضل منك زي اللي حيتواجه في القائل تدهاء الكاس لكن العمل اللي عمله جزيج وميز إحنا قلنا إن الزمالك كان جاي برضو من موقعات ضد بو سليم الزمالك ما كانش بيلعب ريال مديد وبرشونة وحلان بيلعب بو سليم هو نفس المستوى اللي بنقيس عليه التحسن صح طب عايس ألك تحديدا على متيابة وأسألك كمان على أحمد حمدي انطبعات المبدئية على متيابة وأحمد حمدي إن أحمد حمدي مش جاهز بدنية لما شفنا عبدالله وناصر عبدالله متوقعين بيلعب بشكل كبير ناصر كنا شايفينه إنه إيه عطلان شوية في فيوتشر نزل 24 دقيقة خلى جمهور الزمالك يقول هو ناصر ما بدأش اللقاء ليه وظهر إنه هو جاهل أحمد حمدي النهاردة خلى جمهور الزمالك يقول لا لسه مش جاهل البدني نا يعني أحمد حمدي أظهر إنه بتحرك كويس وعنده اللي سكان كويس ولعيب خط الوسط اللي بيبان كويس ولكن لا الفترة اللي قعدها من غير اللعب ولأن الموسم في كندا مختلف عن الموسم المصري لا أحمد حمدي من اللعيبة اللي لسه مش هتلاقي إنه هو مثلا يخش على طول تحس إنه مثلا عبدالله وناصر ماهر جاهزين للدخول في أجواء الفرق متيابة عمل حاجتين يعتبروا كريم مختلفين تماما أول حاجة هو زمانك معه الكرة متيابة عنده حتة جميلة أول الكرة وهي جاية بتحس إنه أعرف وهيعمل بها إيه وهي جاية له كنت بشوفها دي من اللعيبة قوية قوي وحتى بشوفها في ساعات يعني الميزة دي ممكن تكون موجودة في اللعيبة قوي 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 زي حكابت الحازم إمام زي ساسي زي حسام غالي طبعا مش متيابة مش نفس الأماشة بس هي موجودة فيهم الحتة دي بلص مزاية تانية كنت بشوفها مثلا في معروف يوسف معروف يوسف مايتحطش في التصنيف الكبير زي حازم وساسي وحسام غالي والناس اللي بتبقى محضرة دي بس معروف مثلا كان بيمتلك النقطة دي لقوا الكرة جاية له عارف وهيعمل بها إيه الفريس تاتش عنده كويس متيابة أظهر اللي كان بيظهره معروف يوسف من إنه الكرة جاية له وعارف هيعمل بها إيه لكن أظهر برضو حتة مركزه إيه حيطولنا بنشوف مقتنعين كده من ستايل الجسم ده إن ده جناح متيابة أظهر النهاردة إنه مش جناح بلعب كواس في قلب الملعب بس هل العمل البدني وبالطول ده بالقوة دي في الاحتكاكات حيساعده في لقات أشرص إنه يلعب فيه ووسط ده هو متيابة اللي عنده الإجابة دي هيقدر يستخدم مهارته وزكاه عشان يهرب من الصراعات لإنه متيابة والكرة مش مع الزمالك كانت لقطاته الدفاعية يعني غريبة رجل يحاول يمد رجله مفيش البدني مش مساعد خالص فهل أنت تقدر تستخدم لاعب بيبقى جايد والكرة معاك إنما مشاركاته الدفاعية مجرد إنه هو تحس إنه بينكش حلوة بينكش آه ما هو ما يقدرش على أكتر من كده ما يقدرش يلتحم ما يقدرش بقوة فهل الولد برضو عشان يهرب 12 سنة لسه فيه مساحة من تطور البدني وينشف شوية ده الإجابة لكن هو عنده كرة لا عنده كرة يعني إن طبعات عنده في ماتش الناشئين بيّن حاجة النهاردة لا بيّن أفضل يعني هو هو الولد عنده رؤية وعنده الكرة وعنده القرار وعنده ترنات مميزة أوي ولكن زي ما قلنا العمل البدني مهم جدا جدا في اللعبة اللي بتلعب في خط الوسط هو الوحيد اللي حيب عنده الإجابة دي حمدي محتاج شغل كتير بدني على المستوى ده خليفة شرفت نورتك العادة الحوار معاك جميل ورائع ده أنا اللي اتشرفت بوجود معاك يا كريم ومرسي جدا لوجود معاك شكرا شكرا خليفة ده كان كتام حليتنا النهاردة من رقم عشر يا رب تكونوا استمتعتوا معنا شوفكم يا رب على الدخول اشتركوا في القناة